أنا وقيت لحضران قبل كده برضو أن أنا متابع قوي للسوشيال ميديا متابع جيد للسوشيال ميديا لأن السوشيال ميديا بتمثل تمثل كمان حاجة كبيرة جدا للرياضة وكل مناح الحياة بصراحة فليها نبض وليها إحساس دخلت مبارح بشوف ردود الأفعال والنهاردة كمان فلاقيت صفحات منزلة اعتذار أن احنا كنا في أوقات يعني قلقانين شوية من الإدارة والكلام ده واعتذار وإحنا أسفين والكلام ده كله حاجة جميلة فعلا لكن إلا أنا بستغرب له الكابتن محمود الخطيب حاجة كويمة كبيرة جدا بعيد حتى عن الإدارة الأهلوية هو عاشق من عشاء الناد الأهلي فانتوا إزاي ألقانين أو كنتوا ألقانين الكابتن محمود الخطيب بصرف النظر عن إمبارح خلينا نقول إن إمبارح المطش كان فيه لقدر الله تعادل أو خسار كانت الدنيا تقلبت أنتوا عايزين الأهلي بشكل الشكل ده هو اللي بيدور عليه مجلس إدارة ناد الأهلي وقد كده حضرتكم شايفين وبتشوفوا كل يوم أنا قلتلكوا قبل كده وإحنا سايبين إيدينا ربنا قبل أي حد يقول لكم يعني إيه ناد الأهلي ويعني إيه الناس بتخاف على إيه اسم ناد الأهلي وقد إيه الناس عايزة تقول للجماهير إحنا جايين عشان حاجة معينة وهي الأهلي الأهلي بس لكن بطولات إحنا شبعنا قبل كده بطولات كتير جدا مش معنى كده أنا بأكد بقول كلامي تاني وبعيده مش معنى كده أن إحنا بتسيب بطولات أنتوا شايفين إحنا بنموت على أي بطولة وإن شاء الله ناخد أي بطولة لكن البطولات مش هي الهدف اسم الأهلي هو الهدف وأنا بأكد عليكم تاني اسم الأهلي هو اللي خرجنا وهو اللي كل واحد عمل موقف علشان يقول كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مش عايزة كل شيء قعد أفكركم فهو أتقلقه أن فيه واحد ماسك الأهلي عاشق ويعني اتمرمت في طراب النادي ما أنا كنت عايزة أجيب بلافظة يعني أحسن من كده لكن فعلا الكابتن محمود الخطيب اتمرمت في طراب النادي الأهلي والناس اللي معاه في مجلس الدارة كلهم عشاء من ناد الأهلي وكلهم اتمرمت في طراب النادي الأهلي فأكيد هما دول هيبقوا أكتر ناس خايفين على مصلحة النادي الأهلي وأكتر ناس عارفين يعني إ longtemps ناد الأهلي وأكتر ناس عارفين جمهور النادي الأهلي عايز النادي الأهلي إزاي عشان كده بتشوفوا الشكل وبتشوفوا الشكل الحضاري كمان للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته في التعامل مع الأمور أيا كانت بعيد عن أي حاجة أيا كانت وشفته كابتن محمود الخطيب لما طلعه وتكلم وكان كلامه واضح جدا وسهل جدا وبسيط جدا وسطور قويلة جدا لكن بتحمل في معانيها كلام كبير قوي ان نادي الاهلي عمره مكان نادي الاهلي بيمثل مصر بس نادي الاهلي عمره مكان بينظر لمصلحة الشخصية بس نادي الاهلي دايما بينظر لمصلحة العامة والمصلحة العربية والجميع العربية والاحترام العام قبل الاحترام للاشخاص عشان كده اعتقد ان الكلمة اثرت واثرت في ناس كتير جدا اعتقد ان في ناس فعلا ايا كان مش عايز أقول أسماء أيا كان عرفه قيمة الكابتل محمود الخطيبة عرفه قيمة ناد الأهلي وعرفه ناد الأهلي وعمره ما كان باسع على المشاكل ولا اختلاق المشاكل أبدا أبدا وأي حد بقول ناد الأهلي أهلا بيك ناد الأهلي بقول له أهلا وأهلا 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 أيا كان أيا كان كلامي في العموم والله مش لأي حد فإوعه تقلقه عن مكان مسك واحد بيحبه وبيعشاء عايزين نقفل الكصة دي تماما